دعت نقابة المهن السينمائية في مصر إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرارات كل شعب نظراً للمشكلات الكبيرة التي تواجه صناع الأفلام والدراما التلفزيونية بحسب بيان صادر عن النقابة وطالب البيان بتطبيق حد أقصى لساعات العمل اليومي وربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي وتحديد زمن التعاقد مؤكداً على ضرورة تحمل الجهات الإنتاجية التأمين الصحي لجميع العاملين طوال مدة العقد وأكد البيان أن نقابة المهن السينمائية هي الكيان الوحيد المنوط به تنظيم لوائح عمل أعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تطريح العمل منها بينضم إلينا من قاهرة أحمد سعد الناقد الفني أهلا بك معي أستاذ أحمد وخلينا نسأل في البداية عن قراءتك لبيان النقابة وأيضاً عن حجم الضغوط اللي بيتعرض لها العاملين في مجال الفن في مصر لخفض أجورهم ومين وراء هذه الضغوط والله يعني هي الموضوع أساساً ابتدى بقيمة مصربة على أساس أن فيه فئات للعملين خلف الكاميرا من سواء إخراج أو تصوير أو منتاج أو صوت على أساس أنه فيه تخفيض لأجورهم فمن هنا صارت مشكلة كبيرة جداً تدخلت النقابة النهاردة وأصدرت بيان وده حق أصيل للنقابة أن هي تصدر بيان وبتقول فيه حقوق العاملين فيه مشاكل كتيرة جداً ممكن تحصل مع شركات الإنتاج أن عدد ساعات العمل في أوقات كتيرة وقرب شهر رمضان بيصل إلى 18 و19 ساعة حسب حاجة العمل لأنه بيبقى فيه ضغوط ولكن النقابة بتتكلم على أساس أنه عندنا 12 ساعة ده أعلى حاجة ممكن تزيد ساعة على أساس أنه في النص فيه بريك في نفس الوقت تحديد الأجور وكل شعب يعني المصورين يحددوا أجرهم في الأسبوع بكام المونتير نفس الحكاية الصوت وهكذا لأنه عايزين لهم عيشة كريمة ما ينفعش أن احنا نعود مرة أخرى لتخفيض الأجور في وقت الدنيا طب أستاذ أحمد يعني خليلي أسألك بشكل مباشر كده بشكل مباشر وبشكل واقعي لأي درجة صناعة الفن والسينما والدراما في مصر تأثرت من سيطرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا السوق لسنوات طويلة يمكن الشركة المتحدة لها السنوات طويلة هي لها سنتين بالزبط وقبل كده كانت إعلام المصريين حوالي ثلاث سنين نعم ما هو امتداد لإعلام المصريين يعني يعتبروا في المجمل كده السيطرة تفضل تفضل تمام لكن لو جينا جمعنا إعلام المصريين على الشركة المتحدة مش هيجيبوا خمس سنين لكن احنا بنتكلم على أكتر من ثمان سنين في الوقت الحالي يعني بنتكلم على كل شركات الإنتاج قطاع خاص أو عام هنا في مشكلة كبيرة جدا جدا بيوجهوها اللي هي إيه؟ أنت بتشتغل في مسلسل ما يهمنيش أنت تشتغل قديين عايزة خلص ونفس الأجر هو هو لكن النقابة هنا بتقف وراء اللي شغالين معاها نعايزين يوم راحة في الأسبوع أنا أشتغل ست أيام لكن مش سبعة في نفس الوقت اللي هي عدد ساعات معين 12 ساعة أو 13 ساعة ما أقدرش أن أنا أضغط على اللي بتوعي أكتر من كده شركات الإنتاج النهاردة قبل ما جيلك من خلال حوالي ساعة اتحاد المنتجين أصدر بيان أن هذه اللائحة مش موجودة وأنها مصربة من جهة مش معروفة كل هذه الشركات سواء قطاع عام أو قطاع خاص عندها مشكلة دلوقتي لأن النقابة وقفة بكل الشعب الموجودة من هنا إلى 48 ساعة قادمة الموضوع ممكن هيجبر لكن لا بد أن يصل إلى حال يعني حضرتك شايف أن النقابة ممكن تضع حد فعلا لهذه يعني نقول للمبلاش نقول تسريبات يعني بما أن النقابة أصدرت بيان وفي عدد كبير من العملين في الفن كان لي تعليقات عليها على وسائل التواصل الاجتماعي فخلينا نحط موضوع تسريبات ده جانبا لكن هل شايف أن المجتمع لا يا فندم التسريبات مش من النقابة لا أتكلم يا فندم على بيان النقابة أصدروا بيان نعم نعم على بيان النقابة بالتأكيد ده هيكون دليل نعم هيكون بدليل على أن فيه قطوات تم اتخذها فعلا تجاه العاملين من النقابة سواء بخفض أجرهم أو غيرهم من التفاصيل فهل شايف أن العاملين في مجال السينما والفن والنقابة هتقدر تضع حد لهذه المحاولات في رأيك؟ إلا أنا شايفه خلال التمانية واربعين ساعة الأخيرة أن ممكن هياخدوا مكاسب أكتر مما كانت ممكن ما يوصلوش للحد المستوى الأعلى ولكن على الأقل هياخدوا مكاسب منها مثلا أنه كل واحدة يمضي عقد هيقدر ياخد العقد في إيديه قبل كده ما كانش موجود الأسبوع الأول اللي هو التحضيرات اللي بتحصل ده لابد أن يكون مدفوع الأجر هيوصلوا لي كان قبل كده ما بحصلش ممكن عدد الساعات يترحل شوية أو هيبقى فيه مفاوضات بشكل من الأشكال لكن هذه الوقفة بالتأكيد هتيجي لأعضاء النقابة وهياخدوا جزء من المكاسب اللي هم محتاجن نعم طيب أستاذ أحمد الحقيقة أنه كان إزاي إحنا كلنا تابعنا جدول الأجور وكان فيه ترتيب على حسب شهرة أو جودة العاملين معرفش تقييم ده بناء على إيه يمجيز يكون تقييم بناء على المكاسب اللي بيحققوها لما السنة ما بيتعارض والفلوس اللي بيعملوها لكن في النهاية كل الناس دي ممكن لو حصل ضغوط بالفعل عليهم لتخفيض أجراء يمشوا خالص من مصر ويمشوا خالص من شركات الإنتاج المصرية ويتجول لسوق كبيرة زي مفتوعة دلوقتي زي السعودية لكن ماذا عن العاملين أخرين الفني الصوت مثلا مساعد الكاميرا إيه الحلول اللي ممكن تكون قدامهم ما هو القراءة الأولية دلوقتي إحنا بنتكلم على التركيب الأجور اللي حضرتك بتتكلم عليه الشركات الإنتاج أصدرت بيان من شوية إن دي مش صحيحة اللايحة دي مش صحيحة إحنا ما عملنا هاش معنى كده إنه هم شايفين في الاعتبار العاملين خلف الكاميرا العاملين خلف الكاميرا سواء صوت أو إنتاج أو صوت أو منتاج أو تصوير أو إخراج أو أي إن كان حتى الفنيين لو هيتوقفوا تماما لا بالتأكيد الحياة ممكن تقف وإحنا لنا دلوقتي لو بصينا بعيد شوية هنلاقي إن الولايات المتحدة الأمريكية وهوليو تقريبا فيها نفس هذه المشكلة ولكن بشكل آخر هنا صعوبة إن أنت ما تلاقيش أعمال درامية طبعا شيء صعب لابد أن يصل إلى حل خاصة أن القوة النعمة هي أحد الروافد الأساسية للمجتمع المصري فلازم يوصل لحل ما يقدرش أنه يبعدها بأيز الشكل أو يتجاهلوها لشكل كبير بشكورة كنت معنا من القاهرة أحمد سعد الناقض الفني